يبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره السوداني عمر البشير رئيس الوزراء الاثيوبي هيلا مريام قضية سد النهضة وذلك على هامش منتدى افريقيا 2016 في شرم الشيخ وستتناول القمة الثلاثية متابعة تنفيذ اعلان المبادئ الخاص بسد النهضة الاثيوبي ونتائج اجتماعات اللجنة السوداسية التي تضم وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث ويدف المنتدى الى تعزيز التجارة والاستثمار في القارة الافريقية ويشارك في المنتدى قادة ممثلون منظمات التنموية الاقليمية والدولية بالاضافة الى ممثلي مجتمعات الاعمال المصرية والافريقي العاملين بقطاعات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والزراعة والصحة والخدمات المالية